فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود أحبار اليهود وعلماء اليهود يفرحون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهذا في المؤمنين منهم في المؤمنين الذين آمنوا من أهل الكتاب وقال الله جل وعلا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب والله لا يظلم أحدا بل هو العدل سبحانه وتعالى الحكم العدل لا يجحد فضل أهل الفضل ولذلك لم يذم بني إسرائيل ولم يذم أهل الكتاب على وجه العموم وإنما ذم الذين تركوا الحق وآمنوا بالباطل ورفضوا العلم وأخذوا بغده ونهان أن نتشبه بهم في ذلك